المقترح المصري يحاول يدي فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية على الأرض مرضية للطرفين رغم صعوبة إرضاء الطرفين لأنها تحاول تعطي فرصة للخروج من الأزمة ولكن نتنياهو معاول على تطويل الحرب وليس على إنهاءها وهي بتحرجه إما القبول بها أو إظهاره بمظهر الرافض لأي مفاوضات والساعي لارتكاب المزيد من المجازر وأنه دخول رفح بالنسبة له اللي بيتصوره أنه هيحقاله مكسب نهائي ممكن يبقى آخر فرصة لنتنياهو في محاولاته المستميتة من أجل تحقيق أهدافه الشخصية وممكن يكون نهاية نتنياهو في رفح وليس تحقيق انتصار لأن دي الورقة الأخيرة اللي بلعب بها نتنياهو خسر قبل كده أوراق كثيرة وأوراق كانت أقوى بكثير من ورقة رفح وجابت نتائج سلبية الورقة الأساسية اللي لعب بها ورقة ضرب البيئة الحاضنة للمقاومة وبارتكاب كميات ضخمة من المجازر والوحشية البشعة والتدمير الشامل والتدمير الممنهج للمشافي والمدارس والأطفال والنساء مذابح يندلها جبن العالم وهي جابت نتائج عكسية أولا البيئة الحاضنة للمقاومة لم تستسلم ولم ترفع شعار ضد المقاومة بل بالعكس أصبحت أكثر رغبة في إنهاء الاحتلال وأصبحت أكثر جسارة وعملت ملحمة ملحمة تظل ملهمة للشعب الفلسطيني وكل الشعوب العالم